السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم في المحاضرة السادسة من كلمات فارسية تأخذ زيارة الأربعين بهاي المحاضرة راح نشرح لكم السؤال عن المكان المصطلحات والكلمات التي تستفاد للسؤال عن المكان تفيد المنتسبين والخدمة التي تخدم زوار أبا عبد الله الحسين فنبدأ على بركة الله محاضرتنا لهذا اليوم بأول كلمة اللي هي أس كوجوي أس كوجوي بمعنى أنت من أين فإذا تريد مثلا تسأل زاير أنت من أين أو أنت من وين فتقل له أس كوجوي المصطلح الآخر عدنا أيضا يستفاد للسؤال عن المكان اللي هو من أين أتيت باللغة الفارسية يقولوها أس كوجوي آمدي أس كوجوي آمدي بمعنى من أين أتيت تمام المصطلح الآخر عدنا كوجوي مخاي بيري كوجوي مخاي بيري بمعنى إلى أين أنت ذاهب فرضا تريد سأله لزاير أنت قلنا إلى أين أنت ذاهب فتقل له كوجوي مخاي بيري كوجوي مخاي بيري قلنا بمعنى إلى أين أنت ذاهب المصطلح الآخر تريد تستفاد من عنده أنه تريد تقل لي أين أنت ضائع للزائر؟ فش تقل لي شوما قوم شودي؟ شوما قوم شودي بمعنى أنت ضائع وهنا شوما للاحترام نستعملها أفضل من تو تو ليست للاحترام بينما شوما للاحترام فنستعمل شوما فنقول شوما قوم شودي بمعنى أنت ضائع الكلمة الأخرى أو المصطلح الآخر عدنا شوما تان هوي أومادي شوما تان هوي أومادي بمعنى أتيت لوحدك ممكن مثلا الشخص رح يجاوبك بنعم أو لا إذا لا معنى هو جاي مع جماعة بينما إذا نعم معنى أنه جاي وحده المصطلح الآخر عدنا أدري ستاري فرضا الزائر هو ضائع فبالتالي مثلا تريد قل له يابا عندك عنوان لديك عنوان فشو تقل له أدري ستاري فإذا الزائر رح ينطيك العنوان يعني تعرف العنوان اللي يبحث عنه المصطلح الآخر عدنا هذا العنوان خاطئ مثلا ينطيك فت عنوان ويطلع هذا العنوان خاطئ فشو تقل له باللغة الفارسية تقل له إن أدريس اشتباهة إن أدريس اشتباهة حيث إن بمعنى هذا أدريس يعني هذا العنوان اشتباهة يعني خاطئ تمام غلط هذا العنوان الكلمة أو المصطلح الآخر عدنا أدريس ربما نبدي أدريس ربما نبدي أيضا بمعنى أعطني العنوان لكن بصيغة أخرى أدريس ربما نبدي يعني أعطني العنوان فرضا أنت كخادم أو كمنتسب تريد توصل الشخص أو الزائر إلى المكان المعين يعني المكان اللي يريد يوصل له فشو تقل له باللغة الفارسية يعني أنا سأخذك إلى هناك يعني قصته للعنوان اللي يبحث عنه أنا أود دي أطوع وأود دي تمام ممكن تستعمل الشغلة الأخرى أو يعني مصطلح آخر أيضا ينطيذ نفس المعنى شد قل له يعني أنا سأوصلك تمام فرضا تريد قل له تعال معي حتى توصل الزائر للمكان اللي يريد يوصل له فشو تقل له يعني تعال معي المصطلح الآخر اللي عندنا يعني أستطيع مساعدتك يعني أستطيع مساعدتك تمام فرضا تريد قل له بريم لنذهب فتقل له بريم لنذهب مثلا تريد قل له أين كوجا تمام فإذا أين باللغة الفارسية تجي بمعنى كوجا يجزائر فرضا يسأل عن عنوان معين فأنت تريد قل له باتجاه اليمين فش تقل له باللغة الفارسية تقل له سام تراست سمت راست حيثو سمت بمعنى اتجاه راست الواليمين فسمت راست بمعنى اتجاه اليمين تمام تريد قل له مثلا اتجاه اليمين فش تقل له سمت چپ سمت چپ چپ بمعنى اليمين سمت اتجاه تريد قل له مثلا باتجاه الامام فش تقل له مستقيم مستقيم بمعنى للأمام أو ممكن تريد تقلي شوية لقدام أو للأمام قليلا فش تقلي باللغة الفارسية تقلي يكام جولوتار يكام يعني قليلا جولوتار يعني للأمام فرضا تريد تقلي للخلف تمام؟ أو خلفك فش تقلي بشتسارت بمعنى خلفك تمام؟ مثلا العنوان إنه هو عبر العنوان فش تقلي خلفك يعني بشتسارت فرضا تريد تقلي إنه العنوان أو المكان اللي يريد يقصت الزائر قريب فش تقلي نازدك نازدك بمعنى قريب تريد تقلي جدا قريب ش تقلي خيلي نازدك خيلي نازدك بمعنى قريب جدا المكان فرضا كلش بعيد ش تقلي باللغة الفارسية دورة دورة بمعنى بعيد دورة فإذن دورة بمعنى بعيد جدا بعيد شنو باللغة الفارسية خيلي دورة خيلي دورة خيلي بمعنى جدا دورة بمعنى بعيد تريد تقلي مثلا إنه هذا العنوان هو في بداية الشارع فش تقلي ابتداية خيابون ابتداية خيابون ابتداية يعني بداية خيابون اللي هو الشارع تمام؟ ابتداية خيابون فإذن بداية الشارع فرضا العنوان أو مثلا المنطقة اللي يريد يقصدها الزائر هو في وسط الشارع فش تقلي بعسات خيابون بعسات خيابون بمعنى وسط الشارع أو ممكن مثلا يكون في انتهاء الشارع أو في نهاية الشارع ش تقلي انتهاء خيابون انتهاء خيابون بمعنى نهاية الشارع ولهنا أقول اللهم احفظ خدمة وزوار الإمام الحسين عليه السلام ودنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته